فيما تتواصل عمليات المقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي وصالح وصل طيران التحالف العربي استهدافه للمتمردين موقعاً المزيد من الخسائر في صفوفهم فقد شنت طائرات التحالف العربي أربع غارات جوية على مخازن الأسلحة في جبل النهدين في جنوب صنع وأدت الغارات المذكورة إلى سقوط عدد من الحوثيين بين قتيل وجريح طيران التحالف استهدف أيضاً منزل علي صالح الأحمر شقيق المخلوع صالح في منطقة دار سلم جنوب صنع كما قصف منزل يحيى محمد عبدالله صالح ابن شقيق الرئيس المخلوع واستهدف أيضاً مواقع للحوثيين في غربي مأرب ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا الحوثي وصالح استهداف المدنيين إذ قصفت هذه الميليشيات الأحياء السكنية في تعز مما أوقع عدداً من القتل والجرحة في صفوف المدنيين وبحسب سكان محليين فإن أحياء الروضة وزيد الموشكي ومحيط ساحة الحرية والجمهور وكلابة تتعرض لقصف عنيف بالدبابات ومدافع الهاوين كما تسمع انفجارات قوية في تلك الأحياء كما قصفت ميليشيا الحوثي وأخرى موالية لصالح حيى الإنشاءات في مدينة الشعب في عدن بقذائف الكاتوشة مما أسفر عن إصابة امرأة بجراح خطيرة ميليشيا الحوثي قصفت أيضاً أحياء السكنية في منطقة البساتين شمال عدن مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى جراء القصف إلى ذلك قتل نحو عشرين مسلحاً من ميليشيا الحوثي وصالح في مواجهات مع المقاومة الشعبية في محافظة الضالح نبيل سالم العربي